ما تزال الليرة التركية تواصل نزيف خسائرها القوية أمام العمولات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي متضررة بقرار البنك المركزي التركي القاضي بمواصلة سياسة تعويم العملة المحلية وخلال تعاملات الجمعة واصلت الليرة التركية انهيارها التاريخي أمام الدولار الأمريكي مسجلاً نحو ستة عشر فاصل ثلاث وعشرين ليرة للدولار الواحد في أدنى مستوى لها أمام العملة الأمريكية على الإطلاق انهيار تاريخي ترافق مع إعلان الرئيس التركي رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو النصف إلى أربعة آلاف ومائتين وخمسين ليرة تركية اعتباراً من العام المقبل أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات اقتصادية جديدة سننفذها لا المضاربون على أسعار الصرف والفائدة ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج ولا الطامعون الجشعون بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا قرار لم يكن له أي أثر على أداء العملة المحلية بل فاقم من الهجرة الجماعية لليراتي التركية بتسجيل تراجع في ودائع الأفراد بالعملة الأجنبية بمقدار مائة وأربعة وعشرين مليون دولار الأسبوع الماضي لتصل إجمال الموجودات إلى نحو مائة واثنين وأربعين مليار دولار خلال أسبوع التداول المنتهي في العاشر من ديسمبر الجارية باع المستثمرون الأجانب أكثر من مائة مليون دولار في برصة اسطنبول وأكثر من أربعة وخمسين مليون دولار في سوق السندات